نعم صلاح قبل حوالي الساعة وحدات خاصة إسرائيلية تتسلل إلى مدينة قلقيليا من المدخل الشرقي للمدينة باستخدام مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية هذه الوحدات الخاصة أطبقت الحصار خلال مطاردة ساخنة على مركبة فلسطينية على متنها اثنين على الأقل أحدهما أحد عناصر كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مجموعات ليوث المجد وهو إيهاب حامد المعلومات الأولية تؤكد أنه كان على متن هذه المركبة جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع المركبة للاستضام بأحد جدران المحالة التجارية ومن ثم ترجلت الوحدات الخاصة الإسرائيلية وفتحت النيران بشكل كثيف ودقيق على المركبة وأجهزت على من كان بداخلها بعملية اختيال وقتل بدم بارد وسط مدينة قلقيليا وتحديدا في السوق المركزي في المدينة على الفور دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وبعشرات الآليات التي فرضت طوقا مطبقا أمنيا في محيط المنطقة المستهدفة فيما هرعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان حيث منعها جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى المنطقة مقطع فيديو صادم واتق عملية انتشال جثماني شهدين على الأقل من داخل المركبة حتى هذه اللحظة بطبيعة الحال هوية أحد الشهداء كما أشرنا أنها متداولة لأحد عناصر كتائب الشهداء الأقصى فيما بعض مصادر الإعلام الإسرائيلية تتحدث على أن الآخر هو يتبع لحركة الجهاد الإسلامي وتحديدا كتيبة قلقيليا سرايا القدس المعلومات وفق ما هو متداول تؤكد بطبيعة الحال على أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل 15 دقيقة بدأ بعملية الانسحاب من المدينة وصادر المركبة واحتجز جثماني شهدين هناك تضارب حقيقة في المعطيات المتعلقة بأعداد الشهداء سيما وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتجاز جثماني شهدين والمنطقة الأخرى كانت منطقة محجوبة من الجانب الآخر من المركبة وقد تشير التقديرات إلى أن هناك جثمان شهيد ثالث لكن بانتظار التأكيدات من قبل المصادر الرسمية الفلسطينية لكن يمكن القول بشكل دقيق ورسمي حتى هذه اللحظة بأننا نتحدث عن شهدين في عملية الاختيال المباغتة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيليا شمال الضفة الغربية واحدة من المدن التي تتعرض منذ فترة ما قبل السابع من أكتوبر لاقتحامات يومية وفي اليوم الواحد تتجاوز عدد مرات الاقتحام إلى ثلاث تصل إلى أربع مرات اقتحام خلالها ينفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات تستهدف أحياء عدة في المدينة والتركيز على حي النقار وكذلك حين الزال وجعيدي وكفر سابة هذه الأحياء يتواجد بها عدد من منازل المطلوبين والمطاردين الفلسطينيين الذي فشل الاحتلال في اعتقالهم ويواصل الضغط على عائلاتهم خلال الأيام السابقة والأشهر الماضية باعتقال مكثف وإجراءات تعسفية بحق مقربين سواء طالت والد ووالدة المطاردين الفلسطينيين وأبرزهم المطارد طارق داود في مدينة قلقيليا وإيهاب حامد الذي هو أحد الأسماء المتداولة وأحد عناصر كتائب شهداء الأقصى الليلة الماضية قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منزله واعتقال والده من مدينة قلقيليا بالتالي نتحدث عن سيناريو مرعب تواجهه مدينة قلقيليا على وقع الاختحامات المستمرة على وقع تسييد كتائب شهداء الأقصى مجموعات ليوث المجد لمشهد التصدي للأليات الإسرائيلية وعمليات الاختحام وتنفيذها بعض عمليات نوعية أصفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة بالتالي تحظى مدينة قلقيليا باهتمام واسع من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وبتحريد كبير من قبل المجموعات الاستيطانية وتحديداً اليمينية المتطرفة في مناطق عام 48 القريبة منها والتي تقول بأن شرارة الطوفان الأقصى أو ما حدث في سيناريو السابع من أكتوبر قد يحدث في مناطق الضفة الغربية تحديداً على امتداد المناطق الساحلية في تول كرم وجنين وكذلك أيضاً قلقيليا وبالتالي هذا السيناريو من الاقتحامات مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة بطبيعة الحال لم يصدر أي بيان رسمي من قبل طبعاً الجهات المختصة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتجاز جثامين الشهداء لديه في هذه الأثناء نتحدث عن شهدين وعن مصادرة المركبة وما كان بداخلها منعتاد عسكري بعد مطاردة ساخنة في شوارع مدينة قلقيليا خلالها طبعاً تعرضت الآليات العسكرية الإسرائيلية لعمليات إطلاق نار ومن ثم انسحبت الوحدات الخاصة والتعزيزات العسكرية إلى المدخل الشمالي والمدخل الشرقي من مدينة قلقيليا